اكد معالي الشيخ سلمان من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني همية تعزيز مشاركة القطع العام في تحقيق أهدف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وزيادة الجاهزية للتعامل مع مختلف المتطلبات التنموية من خلال الاستمرار بتطوير الأداء الحكومي بما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو آفاق أوسع ويحقق مزيدا من النماء والازدهار للمملكة جاء ذلك خلال ترأس معالي ورشة عمل التطلعات المستقبلية المعنية بالمحور المالي والاقتصادي والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالبدء في ورش عمل لتحديل الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن وأضف معاليه بأن ورش عمل التطلعات المستقبلية هي باكورة استمرار عملية النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين والتي تأتي امتدادا للورش التي عقدت سابقا لوضع وتحديد الأولويات التي شكلت تطلعات برنامج الحكومة 2019-2022 مشيرا إلى أهمية الموصلة بكل عزم وبروح الفريق الواحد للبناء على ما تحقق من منجزات لسيما على الصعيد المالي والاقتصادي والتي من أبرزها اعتماد برنامج التوازن المالي وتحديثه إلى جانب اطلاق خطة التعافي الاقتصادي وأكدم عليه بأنه سيتم اعتماد المرئيات التي تمخذ عنها الاجتماع التنسيقي لورشة عمل المحور المالي والاقتصادي من قبل اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي وسيتم فيما بعد استعراض مخرجات هذه الورشة في ورشة عمل التطلعات المستقبلية برأسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية موضحا أن التطلعات المستقبلية للمحور المالي والاقتصادي تضم خمس سياسات رئيسة بثق منها ست عشرة مبادرة وهي خلق فرص عمل واعد ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتنمية القطاعات الواعدة والاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي وشدد معالي على همية استمرار تكاتف الجميع ضمن فريق البحرين الواحد بنفس العزم لموصلة جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز المبادرات الداعمة للاستدامة المالية والتنموية وصولا للأهداف المنشودة والتي تسهم في تحقيق المزيد من النماء والازدهار للوطن والمواطن في الورشة الرابعة من ورش عمل التطلعات المستقبلية نقش المحور المالي والاقتصادي تأكيدا على تضافر الجهود بين الجهات الحكومية من أجل تعزيز إسهامات القطاع العام في تحقيق الازدهار الاقتصادي الوطني هذا وتم استعراض عدة سياسات انبثقت بعد الاجتماع التنسيقي للوشة والذي تم من خلاله تحديد المبادرات والأولويات المتعلقة بهذا المحور للمرحلة القادمة بهدف تنفيذ البرامج التطويرية على أرض الواقع لتحقيق الاستدامة الاقتصادية خطة العمل الحكومي للأعوام القادمة تندرج في عدة محاور ومن المحاور الأساسية هو المحور المالي والاقتصادي طبعا في هذه المحور من شأن تنمية عدة قطاعات في مملكة البحرين منها القطاع السياحي وأيضا القطاعات المختلفة الغير نفطية في مناقشة هذا المحور المهم جدا شفنا أن جميع الجهات الحكومية اللي من شأنها تنوع مصادر الدخل بمملكة البحرين أعطت مرئياتها وفي نفس الوقت استشافين أنه فيه التزام من هذه القطاعات على تنمية الاقتصاد المالي في مملكة البحرين تنسيق بين الجهات الحكومية بيأكد ويعزز مبدأ التكاتف بين الجهات الحكومية في تحقيق الأهداف اللي وضعتها الحكومة الموقرة وفي الأخير ذلك كل جهة الحكومية وضعت أولوياتهم ضمن خطة العمل الحكومية ذات الأولوية جميع البرامج اللي بيتم وضعها والعمل عليها بتحقق كل الأهداف المرجوة اللي طبعا بتخدم مملكة البحرين والمواطن والمستثمرين والمقيمين استحداث آليات جديدة للعمل ضمن هذا المحور أكد على أهمية زيادة كفاءة العمليات لتنفيذ مشاريع تخدم الأهداف وتحفز ازدهارها بشكل خاص من الناحية الاقتصادية في ربع ورشة عمل من ورش عمل التطلعات المستقبلية تم استعراض عدة سياسات ومبادرات في المحور المالي والاقتصادي أكدت على عزم الجهة الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شكرا